مرحبا جميعا ممكن البعض لاحظ بقناتي خاصة بالألعاب وخاصة بالإنمي أنه أكثر شيء أتكلم عنه هو توهو ويمكن حتى البعض استغرب أنه أكثر منشوراتي أكثر فيديوهاتي كل شيء أنا أنشرة هو عن توهو حتى يمكن بعض أسأل ويش هو توهو ما هو توهو ليش أكثر شيء أنا ركز عن نب توهو وهنا بهذا الفيديو رح أتكلم عن ما هو توهو بشكل كامل إذن ما هو توهو توهو هي عبارة عن لعبة يابانية تم إنتاجها من قبل الشخص إثم زون فكرة اللعبة هي نظام البولد جيم أو نظام أطلاق النيران مثل ألعاب السفن الفضائية يعني نفس فكرتها بس اختلاف أنه أنت تختار شخصية هاي الشخصية تبدي تهرجم مجموعة من الشخصيات الخارقة يعني جنيات على شياطين على وحوش وهاي إلى آخر فهي هاي يعني فكرة أساسية من توهو طيب ممكن أنت تسألني هو كيف لعبة تشبه لعبة السفن الفضائية انشهرت بشكل واسع باليابان حول الكرة الأرضية فباختصار شديد الأمر إلا علاقة بالقصة نفسها القصة ما للتوهو تتكلمنك عن خادم الظريح تحارب أي تغيرات تحدث في عالم جون سوكيو مثلا ظهور شخصية جديدة بوسس جديد وغاية أنه يغير الوضع أو يتحكم بالعالم كله فهنا وظيفتها أنه تحارب الكثير من هؤلاء الوحوش والجنيات والعداء والآخرة حتى يعمل السلام بجون سوكيو طيب أكيد حتقول لي إيش دخل هذا بالشهرة أصلا إلا دخل بالشهرة لأنه الفانس نفسهم حبوا القصة فمن حبوا القصة مع توهو حبوا أن يصنعون ألعاب ومانقات كثيرة متعلقة بهالقصة وتخيل أنه قصة لعبة متعلقة أنه أنت تحارب بالفضاء هي اللي انشهرت وخلت توهو بشكل كامل يعني الفانس نفسه شاف أنه القصة حجبتهم فحبوا يصنعون أعمال وذيش الأعمال هي اللي شهرت وليست يعني الألعاب الأصلية يعني أعمال الفانسية خلت كثير من الأوتاكو يحبون عمل توهو لهذا بدأت يعني تنشهرتوه بين الأوتاكو بشكل كامل أكيد يمكن تسعيني هو متى أنشهرتوه أصاصا لأنه يمكن بعض ما سامع عن انشهار وصراحة هو انشهره أغلب أعمال الأنمي مثل وانبيس ودراغنبول وإلى آخر يب هو ترى قديم كل شي يعني تقريبا من سنة 96 والحد هالسنتنا قاعد تكون أعمال كثيرة بالآلاف بالآلاف يعني من الانيمي ومن الألعاب من المانجا من الفومو الكثير من الأشياء متعرقبتوه كانت منتشهر ويمكن هالسه حالين من بداية 96 حد هالسة يعني يمكن تلقى الآلاف منها حتى لو تبحث راح تلقى الكثير عن عنتهم مهما كان مودات إلى آخر مودات العرب جانبية إلى آخر ممكن تسأني طيب إذا هو كان قديم مثل وانبيس وذرقنبول ليش من شهر عندنا إحنا كعرب أو ليش إحنا عرفنا بس بهالفترة الحالية من ألف بالألفينيات بالألفين وعشرين صراحة السبب يعتمد يعتمد على أنه الشهرة شهرة الإنيمي بالنسبة الجانب العربي لأنه بالنسبة للأوتاك العرب يعتمدون على شهرته بحيث الناس يعني مثلا إذا هواي عرب تابعوا هذا الإنيمي فهو مشهور جدا بينما بالأوتاك الأجنبي وهي ما يعتمدون على الشهرة لا يعتمدون على التصويتات على الهاي يعني بمعنى آخر إذا الكثير من الناس عجبهم هذا الإنيمي يكون عالي بينما شعبيتها وهاي ما لا علاقة هاي شعبيتها تابعة للأوتاك العربي وأكيد يمكن تسألني طيب إيش دخل بهالموضوع يعني إيش دخل الشعبية وهاي بتوه نفس وهنا أقل لك السبب الوحيد هو كلمة عمك لأن هذه الكلمة تبين لك أنه الأوتاك العربي أغلبهم يفضلوني تابعا أنيميات مشهورة أما باقي أنيميات تسحبون عليها على عكس الأجانب اللي هما يتابعون لك كل الإيميات وأي واحد تراوي صورة إيميات جاوبك بشكل صح بينما العربي لا يعرف لك يعني محتويات مثل هاي اللي تربعتهم بشكل عاري طيب وأكيد أكو سبب ثاني السبب الثاني أن المواقع العربية ما راح تلقى بها توه بينما لو تلقى مواقع عجنبية يعني يعني اللي بسويها الجانب وها راح تلقى أعمال توهو منتشرة بها يعني إيش قد ما تكتب مثلا إيميات توهو اللي هن عبارة عن ثلاث إيميات منتشرة بيهن طيب ممكن تسألني هو ليش كاما أو كار أو أنا حبيت توهو يعني بشكل كبير أو قاعد أنشر عنه بصراحة ان توهو يعتبر من أول إيمي خلاني أحب أدخل عالم الإيميات عالم الأوتاكو لأن بصراحة منتشت أشوف التريلر وأشوف يعني شخصياته تريدت أحسي يعني فخمه هاي وإنه قتالات قوية وهاي هاي ما تشتلقاه يعني باقي الإيميات أكيد راح يقول لي أحدهم ترى أكو قتالات وهاي بس أنا أقول لك بزمن نمال 2006 وكذا ما تشنت تتابعهم إلا باليوتيوب فنادر ما تلقي إيميات يعني تعرضك هالمحتوى أكيد راح تقول لي هاي مروح سبيستون وهاي شوف أذن إيه بس سبيستون ما كان يعني أرضك نسمعه بالوقت الحالي فأنا سأقول لك يا صراحة إنه آآ ما تشنت شفت التريلر وشفت الشخصيات وهاي حبيت يعني يعني شخصيات تحسن فخمة والهجوم والإترادة نفسك يعني رويك يعني شون قتالات حماسية فهذا أكثر شي خلاني إنه أحب يعني نتوه بشكل كامل وحسيت إنه أكو إيميات جاية بعالم الأوتاكو راح تكون نفس نمط توه وبالفعل أكو إيميات طلب نفس نمط توه لو تبحث راح تلكاهن واللي هي نفسها خلتني أحب أنه أتابع يعني حسيته نفس نمط توه بالتحديد ممكن هسا بعضة قولي تعطوهم ما بيشخصيات ولد وأغلبهم بشخصيات بنات لهذا يمكن بعض يقول لك ندرجه من قائمة إنميات الخاصة بالبنات أو الإنميات الأكوة اللطيفة وبالواقع هو ما يندرج لها يندرج إلى إنميات الأكشن إنميات القصص والهاي طيب وليش ما ندرجة إنميات البنات بيشخصيات بنات لأن القتالات وهذه تحسها قتالات قوية وهي مو قتالات خاصة بالبنات لا القتالات خاصة يعني يتابعها الكاسيا حتى لو طابع أي إني منها راح تريد نفس القتالات بالتحديد بس طبعا أكيد راح تسألني هالسؤال هو ليش الشخصيات هن بنات رغم المؤلف مؤلف أب توهو أو أب توهو هو يعني رجال السبب إنه حسب مايكوز زون إنه هو خلي الشخصيات بنات حتى لا يكون يكون في قتالات دموية وخايل لأنه بالنسبة إنه كأولاد القتالات ما لتنا تستمر إلى حين إنه فيه متصر بين بيناتنا وحتى يمكن يقول إنه راح يكون فيه سفك دماء وإلى آخر لهذا ممكن تقول إنه هاي الفكرة ما عجبتها عجبتها صح إنه تكون قتالات بس ما قتالات إنه دموية وهاي قتالات بحيث إنه تقبل الخاسر استسلامه والفائس يترك الخصم بدون إنه تحدث أي مشاكل بيناتهم أو واحد يقتل الثاني بس طبعا إذا تتسأل هو فيه أكو وهو نسبة قليلة جدا لهذا بنقدر نقول إنه يبهو أكثر شي بإنه شخصيات البنات أكثر من الولد بس مو معلومات إنه هو موجه للبنات لا هو موجه للكل يعني يعني بس صحيح وليس مثل ما يقول البعض معلومات بسيطة عن توهو أول شي عندك توهو هو عبارة عن 19 جزئية نقدر نقول إنه البعض يعتبر أنه من الجزئية السادسة فما فوق هي الجزئية الكاملة توهو لأنه الجزاء البقية ما كانت تحتو على قصص قصة أو عبارة عن إنه بس مجرد قتالات ورغم إنه تحتبر من جماعة بي سي 98 يعني أكيدة لا تسأني إيش هو هذا بي سي هذا البي سي القديم يعني أول ما أنت حصلت البي سي وتلعب بلعاب عبارة عن بس ألوانه هاي فهو هذا البي سي كذا أما من مالة توهو ستة فهي من وقت الويندوز يعني من بداية الويندوز وإلى هنا هاي أزاء توهو اللعبة بالنسبة أزاء توهو الإنمي فهو عبارة عن 3 إنميات تقريبا وكل إنمي بمجموعة حلقات فأكثر إنمي هو إنمي ميموريز أو فانتازم أو مشكال الخيال اللي هو متكون حوالي 18 حلقة وكل فكرتها إنه تتكلم عن أحداث ظارت في اللعبة بس يراويكها كإنمي وبالعكس هي قصتها يعني حلوة وأنصح حتى الكثير يتابعوها وإحنا هاي من قناتنا نحاول إنه ننشرها عنه فريقته عرب بشكل كامل حتى نخلي الكل يتابعون توهو بالعرب وأيضا هناك عدنا توهو حلم الصيف وعندنا توهو هيفو اللي هو يتكلم عن أحداث بالمستقبل مالة أحداث السابقة اللي إحنا حاليا نتابعها مال توهو حاليا بس هيفو يعتبر يعني يعني يعتبر أحداث مستقبلية ويمكن أتكلم عنها في وقت يعني في فيديو آخر ممكن 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 هساعد بعض أصلا أوكي أنا فهمت فالأشها بس ماذا عن الفانزي العربي له لأن يمكن بعض رح يقول لي أنا قاعد يشوف إنه بس البعض أو واحد أو اثنين يشرعني عبر المبقية لا بالنسبة الفانزي العربي فهو نقدر نقول اتأخرنا لحد ما نجمع أكبر عدد من الناس محبين توهو لهذا نقدر نقول إنه أول مجتمع التوهو هو باسم توهو عرب توهو عرب أو باختصار توهو عرب وهذا توهو عرب متكون من عدة أشخاص يتولون أمار أول واحد هو المؤسس واللي للأسف الشديد تركني الأسباب معينة فما قدرت إنه أحاول أرجع حاولت بكل وسعي بس ما قدرت لهذا أنا أصبحت المسؤولة الرئيسي عن توهو عرب وإنه أحاول أجمع أكثر أكثر عدد من الفانز توهو بهذا المجتمع حتى ننشر أشياء كثيرة عن توهو وأعمار توهو وأشياء نحبها متعذقب توهو وفكراتنا ترى هي فكرة ناجحة لأننا نعتبر كأول مجتمع وأنه الكثير من الناس حبوها رغم إحنا توقعنا إنه الفكرة احتمال ما رح تنجح بس يعني الحمد لله نجحة توهو وأحب إنه أيضا أذكر الفريق اللي يعمل وياي واللي هم مسؤولين ومشرفين عن توهو توهو عرب اللي أقدر أقول إنه عدي أثنين بالفيسبوك اللي هو هلال وناصر وبالديسكورد عندي عبد المحسين وعندي دوست وحيدر وهذولا كلهم يعني بذلون جهدهم حتى يساعدوني بتطوير توهو عرب بشكل كامل ونجمع أكبر عدد من فانس توهو ويعني حتى في ثقف واحد بالنسبة الفريق الترجم وفريق الدبلج فموضوع شوية مؤقت تحديدا لأنه من الصعب إنه تلقي أشخاص عددهم رغبة إنه يترجموا لك توهو أو يدبلجوها إلك لهذا نقدر نقول إنه نقدر نسميها بأعمال فردية فكل اللي يعني كل الواحد اللي يقدر يترجمها يترجمها واللي الدبلجو يريد الدبلجو أوكي وكل واحد ينشرب قناته بالنسبة إنه إحنا نفكر إنه إذا ممكن نسوي فرع ترجمة خاص بنا وإنه إحنا ننشر أعمال توهو يعني مترجمة على أقل ترجم بعض الأعمال والباقي نشوف إلى حل اللي يرغب يترجمها وطبعا إحنا فاتحين باب التطوع للجميع حتى اللي عنده رغبة الأساسية في ترجمته ينظم إنا ويساعدنا بالترجمة ما عندنا مشكلة أين نعمل إتي للترجمة أو إذا تدي الترجم كم صفحة المهم إنه إنت تبذل جهدك حتى توصل الترجمة توصل الترجمة عندت أشياء من أعمال توهو وتعويها للعرب بصراحة أنا كنت أتمنى من بعض الأشخاص اللي كانوا مساعدين بالفترة السابقة إنه يبقون معنا وهم يساعدونه بنشر توهو للجميع وأنا كنت أتوقع إنه لو هم موجودين معنا لوقت العالي كان توسع مجتمعته للجميع للجميع وممكن نحصل كثير من الفانس بس للأسف الشديد ومحزن إنه يعني ما أصبحوا متواجدين معنا مع هذا أتمنى إنه إنهم هما يستمرون بحياتهم وإذا قدروا أيضا يحصروا المجتمعات خاصة توهو إن شاء الله إنه يطوروا مجتمعاتهم فإحنا هسا حاليا أكثر شي نفكر بإنه نستمر بهدفنا لإنه هدف المؤسس مع توهو عرب إنه نجمع أكبر عدد من فانس توهو بسقف واحد وهاي الشي اللي إحنا نحاول نفذله وشي حلو إنه كثير من الناس بدأوا يطبعون إنه يصيرون ضمن فريقنا يعني قصد إنه يصيرون إنهم أعضاء مجتمعاتنا وإنه يشوفون كثير معلومات عن توهو ويعرفون عن قصص توهو وهاي وأكيد ممكن هسا البعض يعتبر إنه توهو يعني عمل بسيط وهاي ممكن تعتبر قصة توهو يعني قليلة كلش أو بسيش كم قصة منهاي بس هي صراحة لأ توهو تقريبا إذا تبحث عنها تلاحظها إنه أكثر من ونبيس ومن دراجنبول ممكن هسا تتعجب بصراحة إيه لأن القصص والشخصيات والهاي يعني تلاحظها يعني قصص كثيرة وهي حتى إذ حتى واحدة من المرات أنا راقبت لي فد خبر طالع مكتوبي بأنه صور توهو تفوقت على جميع الصور يعني حتى تريدها تقول لي وانبيس نفسه إلي مشهور بالصور تفوقت علي توهو يعني حتى لو تبحث تلقي أن توهو بالمركز الأول من ناحية الصور ناحية الفيديوهات ناحية الموسيقى يعني حتى حتى نفسك تتعجب يعني حتى تلقي أن توهو منتشر بشكل كبير يعني مثل الماظذ أنه منتشر بجميع الناس وحتى هو صدق هو بجميع يعني ما تلقي أحد ما شافه خصوصا الأوتاكو أكيد لازم الأوتاكو شاف مرة واحدة بحياته صورة توهو أكيد لأنه مستحيل أنه ما شاف يعني ما أقول أنه همشان يتفرج ويشوف بالصفحات ولا شاف لصورة واحدة توهو أو واحدة من الشخصيات أكيد مستحيل وقبل أن أختم الفيديو حبيت أقول أن أنا كنت من بين الأشخاص اللي يفكر ينشر توهو بالمجتمع العربي لأن أحس أنه هو أكثر أكثر أنيمي محاة تابعة ولا حد عرف قصصها حتى يمكن لو تسأل أي شخص أو تعوين صور تلاحظ أنه ما حد يعرف عن الشخصيات يعني هذه متأمن تستغرب أنه ليش يعني توهو مظلوم من الجانب العربي لهذا أنا كنت أتمنى أن أوصله للجميع فمثل ما تلاحظ بديت أنا يوميا إنشاء صور توهو وخلي الناس يحبون الشخصيات بكل أنواعها لهذا مثل ما أحب أقول وغاية الأساسية أنه أخلي توهو ينتشر بالمجتمع العربي بشكل كامل وأعرف أنه أحيكون هناك كارهين بس مثل الحال أي أن هناك محبين وهناك كارهين وبعد يعني نقول يعني إن شاء الله يكون يعني يتحقق يعني غايتنا وغاية الجميع بالنسبة توهو وأنه أحنا نقدم كل ما وسعنا حتى نخلي العرب يحبون محتوتوه بشكل كامل وهذه هي بالنسبة لهذا هي ختامية الفيديو وأشكر الجميع على مشاهدة الفيديو ولا تنسوا السوال في اليوتيوب تعرفوهن لماذا تأتي أي يوتيوبر يقول لك ما زين اشتراكوا إلى آخر أنا ما أحتاج أقول لهم أنتو تعرفوهن ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر